أعلن مركز الفلك الدولي الموجود ضمن مدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة أن معظم دول الوطن العربي والإسلامي سيبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من الشهر الثالث الجاري وبين المركز أن شهر شعبان بدأ في عدة دول ومنها إيران والأردن والجزائر والمغرب وعمان وباكستان وموريتانيا وبنجلاديش والهند وبروناي وإندونيسيا وماليزيا بتاريخ الثاني والعشرين من الشهر الثاني لذلك سوف يتحرون هلال شهر رمضان الكريم في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من الشهر الثالث الحالي ويمكن رؤية الهلال هناك بالعين المجردة لكن بصعوبة في وسط وشرق آسيا وجنوب إفريقيا وشرق أوروبا بينما يزيد الاحتمال في غرب آسيا وباقي أفريقيا وغرب أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية ولهذا فإن يوم الخميس الثالث والعشرين من الشهر الثالث سيكون بداية لشهر رمضان المبارك في غالبية هذه المناطق أما في باقي الدول الأخرى فقد بدأ شعبان بتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الثاني ولهذا سكان هذه الدول سوف يقومون بتحري هلال رمضان المبارك يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من الشهر الثالث وتعتبر رؤيته في ذلك اليوم غير ممكنة بسبب غروب القمر قبل الشمس ووقوع اقتران بعد غروب الشمس ولذلك فإن عدة شهر شعبان ستصل إلى ثلاثين يوما ليصبح يوم الخميس الثالث والعشرين من الشهر الحالي أيضا هو أول أيام شهر رمضان المبارك أما بالنسبة لمشاهدة الهلال يوم الأربعاء الثاني والعشرين من الشهر الجاري في بعض المدن الإسلامية العربية فإن زمن غروب الشمس سيكون كالآتي في أبوظبي الإماراتية فإن غروب القمر يلي الشمس بمدة خمسين دقيقة ويكون عمره عشرين ساعة وأحد عشر دقيقة بينما في العاصمة السعودية الرياض فإن غروب القمر يلي الشمس بمدة واحد وخمسين دقيقة ويكون عمره عشرين ساعة وخمس وثلاثين دقيقة في العاصمة المصرية القاهرة غروب القمر يلي الشمس بخمس وخمسين دقيقة وعمره واحد وعشرين ساعة وواحد وعشرين دقيقة في العاصمة الاردنية عمان والفلسطينية القدس يغيب القمر بعد الشمس بخمس وخمسين دقيقة ويكون عمره واحد وعشرين ساعة واحد عشر دقيقة ولذلك فإن رؤية القمر ستكون واردة في هذه المناطق بالعين المجردة في حال كان الجو صافيا بينما في العاصمة المغربية الرباط يكون الغروب القمري بعد الشمسي بـ 64 دقيقة وعمره 23 ساعة و34 دقيقة الجدير ذكره أن أقل مدة مكوث للهلال يمكن رؤيته خلالها بالعين المجردة هي 29 دقيقة أما أقل عمر فيكون 15 ساعة و33 دقيقة كما وترتبط رؤيته بعدة عوامل أخرى ومنها بعده عن الأفق في وقت رصده وبعده الزاوي عن الشمس